الحلقة الثامنة من برنامج مراجعات يأتيكم في الأوقات التالية أهلا بكم مشاهدين الكرام نحييكم من قناة الحوار على الهواء مباشرة في هذه التغطية التي نطل من خلالها على آخر التطورات السياسية والميدانية فيما يتعلق بالمشهد السوري كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن وجود انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الموقف من مبادرة المبعوث الأممي ستيفن ديمستورا حول سوريا والتي تنص على تجميد الوضع العسكري في حلب حيث تلزم فرنسا وبريطانيا موقفا متشددا منها وتطالبان بضمانات قوية منها صدور قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع وأفادت المصادر أن فرنسا وبريطانيا لا تريان أن العمل بخطة ديمستورا يمكن أن يتم دون وجود مراقبين دوليين والحال أن إرسال هؤلاء يتطلب قرارا دوليا ملزما الأمر الذي من شأنه أن يعيد الانقسامات إلى مجلس الأمن من جهة أخرى أفادت مصادر دبلوماسية غربية أن أمريكا ودول أوروبية تطالب بتأمين مراقبين للإشراف على تنفيذ خطة المبعوث الدولي إلى السوريا ستيفن ديمستورا التي تهدف إلى تجميد القتال في حلب ولفتت المصادر الغربية إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيبحثون في استراتيجية سورية تتضمن عدد من العناصر بينها دعم خطة المبعوث الدولي مع المطالبة بتأمين مراقبين وآليات ملزمة للنظام من جانبه رفض النظام السوري استصدار قرارا من مجلس الأمن لخطة المبعوث الأممي ستيفن ديمستورا إذا ما كان سيؤدي لقرار تحت الفصل السابع لافتا إلى أن دمشق اشترطت الموافقة على الخطة دخول قوات سورية وعودة مؤسسات الدولة إلى أحياء حلب حول هذه الملابسات في هذا المشهد السوري نرحب بضيفي في الستوديو السيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات أهلا بك ضيفي الدائم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم بداية هناك انقسام داخل الاتحاد الأوروبي في المواقف بشأن خطة ديمستورا كيف تنظر إلى هذا الانقسام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أخي سرمد دعني بمقدمة بسيطة قبل أن نذهب إلى الاتحاد الأوروبي وإلى ديمستورا أن أتحدث للسادة المشاهدين عن حقائق تمخضة عنها الوضع في سوريا الصراع الذي الآن يدخل أو يكاد يدخل في عامه الرابع في سوريا لتكون هذه الحقائق بالنسبة إلينا درسا ونبراسا أيضا نتمسك به للمعحلة سأركز على ثلاثة حقائق يجب أن نكون قد تعلمناها وقد وعيناها من خلال هذا المراس والصراع والكر والفر بيننا وبين عدونا ونحن لنا عدو واحد في سوريا هو بشار الأسد والطغم الحاكمة معه ويجب أن يكون هذا واضحا يجب أن يكون واضحا للجميع ولكل أبناء المجتمع السوري ولكل القوى السورية أن العداء في سوريا ليس عداءا مجتمعيا بين فصائل مجتمعية أو بين مكونات مجتمعية هو فقط ضد مستبد فاسد ومجموعة من المستبدين والفسد والقتل فإذا ما تم فرز وعزل هؤلاء عندئذ يمكن أن يعود المجتمع السوري مجتمعا موحدا متحابا متآلفا الحقيقة الأولى التي أريد أن أقولها وأن أؤكد عليها أن الأيام والدروس والعبر تعلمنا أن النصر في سوريا ما زال ممكن على الرغم من كل حملات التشكيك والتيئيس وأن يلقوا في قلوبنا أن لا نصرع عسكريا في سوريا هذا الكلام الذي يردده الكثير من قيادات المجتمع الدولي وأن النصر في سوريا مستحيل وأنه لا بد لنا أن ننزل على أحكامهم ما تحقق خلال الأسبوع الماضي يوم الأثنين الماضي تقريبا في منطقة الشمال في منطقة إدلب في منطقة الحامدية ووادي الضيف والمنقبل في المسطومة ما تحقق من انتصار رائع وجميل ومشرف يمكنني أن أقول بأنه يمكن أن يتحقق مثله في دمشق ما تحقق في وادي الضيف وفي الحامدية أيضا يقول لنا جميعا بأن هذا النظام أو هذه القوى الموجودة على الأرض هشة وضعيفة وأن هذا الذي يظن أن بمقدوره أن يبقى وأن يصمد هو غير قادر على البقاء ولو لساعات إذن نحن يجب أن نضع خطط عملية لتحقيق هذا النصر الممكن والقريب المعارضة المستعفة والمقاطعة اعتبرت هذا النصر ردا على مبادرة ديمستورا التي سنأتي عليها لاحقا إذن أنا الآن فقط يعني هذا ليس فقط رد على مبادرة ديمستورا ويمكن أن هو هي هذا النصر بحد ذاته أن تستعيد الثورة والثوار والشعب السوري الثقة بالنفس وهذا عنصر مهم جدا في المعركة أن يكون المقاتل وأن يكون الثائر وأن يكون المعارض واثقا من نفسه النقطة الثانية التي أريد أن أركز عليها في هذه المقدمة هو أن النصر ما نصنعه نحن العامة عندنا عندما يجلس رجل في بيته ويقول فقير ما عندي يقولون يا رب رزقني يقولون له إن الله سبحانه وتعالى لا ينزل الطعام بالسلة بالقفة نقولها باللغة العربية لا بد من السعي ولا بد منها الذين ينتظرون وينتظرون المجتمع الدولي وينتظرون الدولة الفلانية وينتظرون الدولة الصديقة وهؤلاء الذين ينتظرون لا يصنعون نصرا النصر هو الذي نصنعه نحن بتكاتفنا بتآلفنا بتوحدنا بموضوعيتنا ببعدنا عن التطرف ببعدنا عن النشوز هذا النصر نستطيع أن نصنعه ونستطيع أن نحافظ عليه الحقيقة الثالثة يجب أن نكون في سوريا مجتمع موحد واحد كما قلت منذ قليل نتوحد جميعا على كلمة سواء نريد ثورة ودولة للعدل والحرية والإخاء والمساواة بعد هذه المقدمة آتي معك إلى ما سألتني عنه ديمستورا يظن وهنا أستطيع أن أقول هناك نوع من أنواع المنافسة الفردية بين شخصيات سياسية يعني نحن عندنا الآن في السياق كوفي عنان ثم الإبراهيمي ثم ديمستورا ثلاث شخصيات كل واحد منهم يريد أن يتعلم الحلاقة أو الجراحة في جسم الشعب السوري وفي جسد الشعب السوري وكل واحد منهم يريد أن يثبت للعالم أنه أبرع أو أنه أبرع من الذي سبقه وعلى هذا الأساس نحن الآن نرى ديمستورا يتصرف كما تصرف كوفي عنان في يوم من الأيام كما تصرف الإبراهيمي في يوم من الأيام من حساب الشعب السوري من وقت الشعب السوري من دم الشعب السوري لكن حتى هذا الذي يتصرف ديمستورا وهو انطلق من مبادرة قدمها بشار الأسد بتعديلات طفيفة لكي يظهر نفسه ناجحا ودبلوماسيا وبارعا هذه المبادرة الساقطة بالنسبة للسوريين أصلا يبدو أنها كما تفضلت غير متفق عليها دوليا وهي لم تلقى القبول على أكثر من مستوى بشار الأسد الذي أحب أن يكسب المزيد من الوقت وقال أن هذه المبادرة أو هذا الكلام قابل للدراسة الآن هو أمام مشكلتين أولا الروس حاولوا أن يطو مبادرة ديمستورا بمبادرة بديلة تقدموا بها هم ثم الإيرانيون الآن يتحركون ويتحركون بطريقة محمومة لكي يتقدموا وليكونوا أصحاب مبادرة اسمح لي هذه نقطة مهمة الدور الإيراني يجب أن نتوقف عنده في هذه المرحلة الإيرانيون الآن يتواصلون مع كل الأطراف ليكون لهم مبادرة لأنهم يشعرون أن بشار الأسد الهش القابل للسقوط في أي لحظة كما سقط في وادي الضيف وكما سقط في الحامدية بشار الأسد هذا إذا سقط هم ليسوا آسفين عليه ولا يبالون بسقوطه ولن يذرفوا عليه لن يبكي أحد على بشار الأسد ولكنهم يراهنون عليه كجزء من مشروعهم هم لهم أربع سنوات ينفقون الأموال ويبذلون الدماء الإيرانيون الدماء التي تسفق في سوليا على ذكر الإيرانيين من حزب الله من ميليشيات حزب الله ومن الميليشيات العراقية ومن الميليشيات الشيعية الأفغانية التي يأتون بها من أفغانستان هذه كلها بالنسبة إليهم دم واحد بالنسبة للإيرانيين هذا دم شيعي وتكلفة وأموال هنا سؤال يعني ألا تعتقد أن المبادرات المحمومة الإيرانية جاءت متزامنة مع انخفاض رهيب في أسعار نفط وهو ما يعني هذا جزء اقتصادي من المعادلة لكن الجزء السياسي أو الاستراتيجي الذي أتحدث عنه أنهم اكتشفوا بأن ضربة ما يعني ضربة وادي الضيف لم تكن محسوبة لكن هم شعروا أن هذا النظام لم يستطع أن يقاوم ساعة وانهار بشكل عجائبي وبالتالي قالوا ماذا لو حصل هذا في دمشق لو أن هذه القوى الآن الموجودة في الغطى أو الموجودة في درعش استطعت أن تحقق مثل هذا الانتصار يكون كل الذي حرثناه وفلحناه وبزرناه وقد ذهب أدراج الرياح لذلك هم يحاولون في قاعداتهم مع الأتراك وفي لقاءاتهم مع الروس يحاولون أن يوجدوا مبادرة يستحصلون بها على شيء ما من بعد كل هذا التعب لذلك الآن ديمستورا يكاد يكون مطويا على الصعيد الدولي ومطويا على الصعيد الإقليمي المبادرة الروسية لم تجد حتى الآن من يلتقطها أو من يصغي إليها أنا أعود فأقول للشعب السوري للمجاهدين السوريين للمقاتلين السوريين أشد على أيديهم جميعا أدعوهم إلى التوحد أدعو الذين يحملون برامج منفرة أن يكفوا نصر صلى الله عليه وسلم جاء مبشرا ولم يأتي منفرا أن يكفوا عن التنفير بأحاديث لا قيمة لها وأن نجتمع على بناء سوريا واحدة النصر ممكن والنصر قريب إذا أحسننا التعامل مع هذا طيب الآن نعود في الدوامة التي كلما غابت ظهرت وطفت على السطح من جديد وهي مجلس الأمن والفيتو الروسي والخوف من الفيتو هذه الدول التي تعترض دائما على الحلول الآن بريطانيا وفرنسا تشترط أن تكون هناك ضمان أن تكون هناك ضمانة لتنفيذ أو للإشراف على حل تكون بإشراف أممي قرارات أممية واضحة رادعة لأي جهة ربما تخل بهذا الاتفاق هذا هو الشرط ولكن هذا ربما يصطدم أيضا مرة أخرى بالفيتو الروسي ويحتاج إلى قرار مجلس أمن قد يصطدم به فإلى مدى نحن الآن في نفس الدوامة التي شهدناها في جينيف سيدي أنا أريد أن أقول شيء مهم أول أقول الغرب والغرب الأوروبي بشكل خاص يعني ما يسمى العالم الحر يعني الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومعهم ألمانيا مع الأسف مع الأسف الشديد أقول هذا الكلام لديهم موقف اتهامي مسبق للشعب السوري موقف اتهامي مسبق على مذهب من قال لو خرجت من جلدك لم أعرفك يعني الشعب السوري بالنسبة لهم متهم بأنه إذا صار أمره بيده يعني إذا حكم نفسه إذا امتلك قراره الديمقراطي سيكون أسوأ ومع العذر لكل أبناء الشعب السوري مجتمعين من بشار الأسد وطغمته في حكم سوريا لذلك هم خلال أربع سنوات يرضون ببقاء بشار الأسد يرضون بكل هذا القتل بزريعة ماذا؟ يقولون الخوف على الأقليات وكأن هذه الأقليات لم تعيش أو في جنب هذا الشعب يعني يموت شعب من أجل الأقليات لا هذه الأقليات موجودة على ألف وخمسمائة سنة موجودة محفوظة محمية كريمة مليون شخص سوري مواطن يتشرد من أجل أقليات إذن هذه المعادلة هذه المعادلة التي لا تستقيم رجل يقتل ويدمر ويغتصب وينتهك ويعذب ومجتمع على هوى نفسي على خلفه أنا قرأت كتاب لكاتبة بريطانية كاترين أرمسترونغ الحرب المقدسة تقول نحن تكلم هي عن نفسها كبريطانية تقول نحن تعلمنا في المدرسة المدرسة الابتدائية والإعدادية في التاريخ البريطاني أن ريتشارد قلب الأسد الملك البريطاني الذي أسره صلاح ديل أيوبي كان بطلا قوميا نبيلا ذهب ليقاتل الأوباش والهمج فين بدقة الهمج والأوباش على أرض الشام في سوريا في الأرض المقدسة إذن كل بريطاني ما على أسف أقول هذا الكلام كل فرنسي في خلفيته الذهنية التربوية الثقافية سواء كمتدين أو غير متدين أن الذين يسكنون هذه المنطقة أن الذين يسكنون على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط هؤلاء أو باش وبالتالي هم يخافون منهم أو يتخوفون منهم أو يتهمونهم أو يحملون لذلك أنت تقول لي بأنهم يريدون 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 الشعب السوري أنا أتكلم عن شعب سوري لا أتكلم عن طائفة في سوريا أولا أنا لا أرضى أن أقول أنه في سوريا في شيء اسمح لي أخي سرمد أقول هذه الكلمة نحن في سوريا ليس عندنا طائفة سمنية أهل السنة في سوريا ليسوا طائفة هم عموم الناس هم الشجرة الشجرة فيها فروع لكن الكل اسمه الشجرة اسمه الجذع العام أهل السنة ليسوا طائفة يعتدون على طائفة ليسوا مجموعة ترد الكيل لمجموعة يجب أن يتصور هذا هناك شجرة موحدة فيها فروع هذه الشجرة هذا الجذع الكريم ظل على مدى التاريخ يروي هذه الفروع هذه الأغصان لم يجتف أنت هنا تقودنا إلى تساؤل حقيقة حول ديمستورا وحديثي يعني حل يشبه الحل البوسني ولأن سوريا فيها أعراق وطوائف فكيف يمكن أن تتصور هذا الكلام هذا الكلام هو كلام راسموسين راسموسين عفوا هو الأمين العام للناتو السابق هو شخصية دولية على مستوى المجتمع الدولي يعني شخصية فاعلة كان له بالأمس كما قالوا محاضرة في عنتاب في جامعة تركية تحت عنوان الشرق الأوسط المشكلات والحلول فجاءنا بالتصريح أخي سرمد بكلام خطير ما كان أحد يتصور أن يصدر عن شخصية في مثل هذا المقام وهذا الكلام بالفعل أنا أقول وأستفيد من وجودي على هذا المنبر هذا الكلام يحتاج من كل قوى المعارضة السورية أن ترد عليه ردا يستحقه هذا الكلام لأننا عهدنا كل الفترة الماضية كل الذين يتحدثون عن السورية أو عن العراق يؤكدون على وحدة سورية أرضا وشعبا وحدة سورية الدولة الأرض والشعب والناس لكن راس موسيم بالأمس كان يتحدث كلاما غريبا يقول في سوريا أنه يرى الحل بالتقاسم بالتقسيم يعني سوريا حسب الهويات الإثنية وحسب الهويات الدينية وعلى ما جرى في البوسنة في منطقة البلقان وهو يقول بأن انقسامات الدينية والعرقية في سوريا أشد عمقا مما كان عليه الأمر في البلقان طبعا هذا الكلام أولا سياسيا مرفوض ومستنكر ومدان ومردود على صاحبه ولا يجوز أنا أقول لا يجوز لمعارضة سوريا راشدة أن تنام عليه لأن أخي أحيانا هذه الآن قد يكون وجهة نظر يقولون أطلقها فرد لكن هذا ليس فردا عاديا ليس صحفيا مجسا للنبض هذه الفكرة الآن هي فكرة جنينية ستكون قابلة للنمو وللتداول ثم توضع على جدول الأعمال ثم تناقش ثم تبرمج ثم طبعا الناس كثيرون يقولون أن الخرائط قد رسمت والشعب السوري الذي يثور على بشار الأسد فيثور على كل مشروع لتقسيم سوريا ولتقسيم إنسانها وبالتالي هذا كلام خطير ومهم جدا شيء ثاني مهم أقوله أنا من هذا المنبر أيضا يعني رسموسن الذي يهرف بما لا يعرف لا الوضع في سوريا ليس كان الوضع في البلقان أنا كما كنت أقول الديمغرافيا فيه شيء اسمه رقم يحكم سوريا صحيح قد نعد طيب إحنا نتكلم عن المسيحيين في سوريا المسيحيين في سوريا كيف يشكلوا أخي سرمت يعني النسبة القديمة اللي كنا نتحدث عنها أنا ما بدي أختصرها أنا عشرة في المئة الآن أحصاءات الجديدة تقول أنه أربعة بالمئة لأنه كل الشعب السوري عبها جيروا منهم مش الآن بعد الثورة من قبل من أيام بيت الأسد طيب عشرة في المئة كم مذهب المسيحيين في سوريا 13 مذهب إذا أنا بدي أجي أقول كاتوليك وبروتستانت وأرثوذوكس وأرمن وأشور وكلدان يعني هذه عملية تبديد لكي تعطي المسيحيين قوة وأنا أريد أن أعطيهم قوة أقول المسيحيون في سوريا عشرة في المئة ما أقول والله عنا نصف في المئة كلدان وربع في المئة سوريان وخمس في المئة أرثوذوكس هذا عملية تبديد للمجتمعات نحن لا نريد لمجتمعنا أن يبدد المجتمع السوري في البيضة العامة للمجتمع السوري 75% 80% منه له هوية واضحة محددة يعرفها كل سوريين الآن العشرين في المئة إن قسمتهم على مئة طائفة وجنسية أو إن قسمتهم على ألف طائفة وجنسية اسمهم إيش؟ أقلي 20% يعني لما نقول فيه مع احترامنا لكل المكونات عندنا علوين وعندنا دروز وعندنا المستنوى المزهبي وعندنا إسماعيليين وعندنا يازيديين وعندنا وعندنا على مستوى القومي عندنا أكراد وعندنا تركمان وعندنا آشور وعندنا كلدان وعندنا أرمان كل هؤلاء كل هذه الأسماء أيها السوريون حصيلتها إذا قللنا عشرين وإذا كترنا خمسة وعشرين في المئة ولا أظن أحد يخالفني في ذلك إذن عندنا نحن خمسة وسبعين في المئة جسم عام يشكل الهوية العامة في سوريا كلام السيد راسموسين هذا يقول انقسام أشد عمقا هذا كلام مردود عليه سياسيا وعلميا وموضوعيا ولا يجوز السكوت عنه نقطة ثانية أريد أن أؤكد عليها ونقطة مهمة جدا جدا المشروع الوطني السوري هو المشروع الوطني السوري الذي تعبر عنه المعارضات السورية الراشدة هذه الفقاعات المتطرفة العابرة للزمن التي ساهم في تشكيلها تخلي المجتمع الدولي عن الساحة السورية عبث وفساد وتآمر بشر الأسد وإيران وروسيا تشكلت الآن مجموعات هذه المجموعات لا ثبت ولا بقاء لها يعني نحن لا نأتي ونقول من أجل والله التنظيم الفلاني أو المتطرفين سوف نغير لا هناك مشروع وطني سوري لمجتمع مدني موحد تقوم عليه دولة مدنية واحدة المواطنة فيها هي أساس الحقوق والواجبات هذا الذي نسعى إليه هذا الذي نريده لا نريد ولا يمكن وأنا أستغرب حتى الآن اليوم وأنا أتابع لم أجد أن تصريح سيد راسموسيد على خطورته قد لقي من ردود الفعل المناسبة من القوى المعارضة أنا أتكلم عن قوى المعارضة لكن هو ليس ربما بمنصف فاعل أو ليس هو بمكان فاعل هو ليس بالشخص القليل أنا قلت ونوهت هو من الأشخاص القلائل صحيح هو الآن ليس في موقعه القيادة الذي كان فيه هو كان خلال ثلاث سنوات ماضية كل يوم يخرج علينا وبدون أن يسأله أحد يرسل رسائل التطمين لبشار الأسد ماذا يقول بشار الأسد يقتل ويذبح وينتهك ويستخدم الغاز يقول ليس عندنا في الناتو خطة للتدخل العسكري في سوريا ونحن لم نطالبه بأن يأتي إلى سوريا وأن يتدخل لكن هذه نسميها مفهومها العكسي عندما يقول نحن ليس لدينا خطة للتدخل العسكري هي رسالة تطمين لبشار الأسد اقتل ما شئت افعل ما شئت نطلق يدك للمزيد من التدمير والقتل والذبح والانتهاك فنحن لن نأتي لنأخذ على يديك هذه الرسالة التي يعني راس موسين ليس إنسانا جاهلا أو غمرا هو إنسان يتحمل مسؤولية ومسؤوليته عن ما جرى في سوريا هو والنيتو والولايات المتحدة والغرب الأوروبي الحر وروسيا والصين مسؤوليتهم عن ما جرى في سوريا مسؤولية تاريخية لن يفلتوا منها على الأقل أمام محكمة الضمير الإنساني طيب في دقيقة حتى نأخذ فاصل قصير ثم نعود سيد زهير يعني اعتقادك أن التباين في الموقف الأوروبي الآن بريطانيا وفرنسا من جهة وبقية الدول الأوروبية من جهة أخرى حول مهمة ديمستورا هل تضع هذه الخطة في طريق الفشل يعني أنا أقول كأنها قد طويت منذ الأيام الأولى وديمستورا الآن هو حائر يكاد ينسحب ويلملم أوراقه وكثيرون نصحوه بالانسحاب والمعارضون السوريين كما تفضلت أو الثورة السورية التي ردت عليه في وادي الضيف وردت عليه في الحامدية وردت عليه في المسطومة وإذا سمحت لي خلال هذه الدقيقة بشار الأسد عندما سحب بقية المعسكرات من المنطقة من المسطومة ومن الأريحة الجنود خوفا أن يقع بهم ما وقع بهم في مواطن أخرى سحبهم مباشرة إلى مناطق الساحل السوري هذا أيضا كلام له دلالاته الخطيرة والذي يرتبط ارتباطا مباشرا بما صرح به راسموس بالأمس إذن هم يعدون عدة لأمر ما يجب على الشعب السوري والثورة السورية أن تتنبه لها طيب فاصلوا قصير مشاهدين الكرام ثم نعود فابقوا معنا في أمر أولي الأمر حق ضائع قضايا لا تكشف ومصائر في مهب الريح حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات عضو البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات المغاربية جيل بارنيو يتحدث عن موقف البرلمان الأوروبي من قضايا التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لقاء في أوروبا يأتيكم في الأوقات التالية تتصاعد الأحداث في العالم العربي يتراجع الخبر في بعض الدول ويزداد سخونة في دول أخرى ويبقى الحدث الفلسطيني حاضرا على أجندة الحوار نتابع الخبر الفلسطيني نحلله ونبحث في تفاصيله وندرس تداعياته على الأرض والقضية والإنسان بانوراما فلسطينية تأتيكم على الهواء مباشرة الجمعة الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينيش تتسارع الأحداث في الشرق الأوسط وينشغل العالم بالربيع العربي وفي زحمة هذه الانشغالات تفتح قناة الحوار بوابة على إفريقيا ملفات إريترية يأتيكم الأحد الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينيش أهلا بكم مرة أخرى من جديد نرحب بك سيد زهير سالم دير مالي شرق العربي للدراسات في هذه التغطية حول التطورات في سوريا الآن قلت أن نظام بشار يسحب قواته الآن من غير قتال من معسكرات مهمة واستراتيجية وفيها جنود عدد من الأسلحة وعدد من الجنود يسحبهم بدون قتال إلى مناطق الساحل وحذرت من أن هذا مؤشر ربما يبعث على تساؤلات قد تقودنا إلى حقائق معينة فهل لك أن توضح أكثر يعني هذه الهزائم التي وقعت في منطقة المسطومة ثم في منطقة الوادي الضيف ثم الحامدية بالقرب منهم في أريحة وفي مناطق في معسكرات عسكرية لما يسمى الجيش السوري سابقا فيها بئات الجنود بعتادهم بسلاحهم الخفيف والثقيل بشار الأسد والطغمة التي معه شعروا ربما أنهم غير قادرين على الاستمرار في حماية هذه القطعات العسكرية بدلا مثلا في منطق الحرب القائد العسكري يرسل تعزيزات للمناطق التي يريد أن يحافظ عنها لأن تسليم الأرض والانسحاب منها ليس أمرا سهلا لكنهم في خطوة استباقية انهزامية استباقية تركوا هذه المعسكرات تركوا هذه القطع سحبوا من فيها من الجنود سحبوا من فيها من عتاد ليس إلى مناطق قريبة منها مثلا إلى مناطق أكثر تحصينا أو أكثر قربا منها نحن الآن نتحدث في الشمال وإنما سحبوها إلى الغرب سحبوها إلى مناطق الساحل السوري الله نحن نعرف جميعا ويعرف كل السوريين معي بأن منطقة الساحل السوري في تفكير في خلفية نفسية ذهنية وعرض النفوس من التابعين لبشر الأسد ولا أريد أن أقول من أبناء أي مجموعة سورية أن الساحل يمكن أن يكون ملاذ أخير ويمكن أن ينفذ فيه الحلم الفرنسي القديم عملية فصل الساحل والانفصال به وتكوين دولة تابعة وخاصة على المستوى الطائفي للدولة وهذا الذي قلت يرتبط بما طرحه ديمستورا إذن الآن تحويل الساحل إلى ترسانة رجال وترسانة أسلحة هو نوع من أنواع التفكير الانهزامي الحالي والتفكير الخياني المستقبلي بأنهم يمكن أن يكون لهم شأن ما في الساحل السوري أنا أريد أن أقول لهم بأن لا يخطئوا هذه الخطيئة التاريخية أولا أنا أحب أن أقول ديمغرافيا كما كنت أتكلم منطقة الساحل ليست خالصة لأي طائفة منطقة الساحل هي منطقة سورية الذين يسكنون فيهم من الشعب السوري فيها من كل المذاهب والأكثرية الكاثرة في مدنها الكبرى ليست لمصلحة أحد والذين يقاومون في حلب وفي دمشق وفي حماة وفي درعة سيقاومون أيضا في الساحل والثورة ستصل إلى هناك ولن يستطيع لا أمريكي ولا روسي ولا إيراني أن يحميهم هناك ستكون المعركة أصعب ستكون المعركة ذات كلفة أكبر ولكن عليهم أن يفكروا بطريقة نحن لا نريد لا نريد الآن وأنا أريد أن أرسل هذه الرسالة مهمة جدا لا نريد أن ينتصر فريق أو طرف أو فئة أو طائفة في سوريا بأي معنى من المعاني على آخر نحن نريد أن ينتصر كل الشعب السوري وكل المجتمع السوري على زمرة فاسدة مجرمة مستبدة قتلت ونهبت ودمرت وأساءت وأخرجت الأمة من مشروع الفعل الحضاري خمسمائة ستمائة ألف إنسان ثم ينتهي كل شيء ويعود المجتمع السوري مجتمع موحد متحاب متضامن يقيم دولته كل السوريين وأنا لا أستثني من أحد كل السوريين يحلمون بالعدل هل هناك إنسان لا يحلم بالعدل وكل السوريين ذاقوا الظلم من هذا النظام العلوي ذاق الظلم والسني ذاق الظلم والمسيحي ذاق الظلم والدرزي ذاق الظلم والإسماعيلي ذاق الظلم والكردي ذاق الظلم أكثر من الكل كل السوريين ذاقوا الظلم من هذا النظام نحن الآن عندما ننادي بثورة للعدل ننادي بثورة للحرية ننادي بها للجميع هؤلاء الذين جاء بهم بشار الأسد بيخوفنا منهم ليخوفنا نحن السوريين الذين يتصرفون تصرفات أحيانا تقشعروا له الأبدان هذا كلهم نوع من أنواع التمثيل المصطنع ليس التمثيل وإنما هؤلاء هم ممثلون طلب منهم أن يؤدوا هذا الدور في تشويه الإسلام وفي تشويه الفكرة الإسلامية وفي تشويه المشروع الإسلامي وهؤلاء كلهم شعروا أم لم يشعروا هم أدوات بيد بشر الأسد أو بيد إيران على نحوين من الأدحاء الآن بالرجوع إلى المعطيات على الأرض جنرال أمريكي جيمس تيري رئيس الحملة التي تقودها واشنط على تنظيم الدولة يقول نحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل من أجل القضاء على التنظيم الدولة أو في المعارك الجارية في سوريا نحتاج إلى ثلاث سنوات هكذا يقول إذا أتينا أيضا على المقلب الآخر في تركيا هناك عمليات تدريب للمعارضة وزير الخارجية التركية مولود جويش يقول أن تركيا قد تبدأ تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة المعتدلين كما وصفهم قبل مارس آذار هذا الشهر القادم طيب الآن ما بين الثلاث سنوات هذه التي يحتاجها قائد التحالف ما بين عمليات التدريب في تركيا يعني تدريب لمقاتلة من؟ لمقاتلة التنظيم؟ ماذا عن الشروط التركية التي قدمتها والاستراتيجية التي قدمتها من شاء منطقة عازلة واسقاط نظام السوري؟ الآن التدريب لمقاتلة من؟ تدريب لمقاتلة تنظيم قاعدة أم تنظيم الدولة أم نظام بشار؟ يعني سيدي الآن نحن دعنا نتحدث عن مشروع الحرب ضد ما يسمى الدولة وأنا دائما أن أقول وأعيد ولن أمل من القول أن هذه المجموعات ولا أريد أن أسميها تنظيم دولة هذه المجموعات هي ظل لمشروع الاستبداد والفساد والظلم والطائفية هي ظل له التي يمثلها بشار الأسد ويمثلها المشروع الإيراني في المنطقة عندنا في اللغة العربية مثلا يعني كيف ظل؟ عندك عود يكون له ظل امتداد على الأرض العرب تقول كيف يستقيم الظل والعود أعوج طيب أنت إذا أردت أن تمحوا الظل سكوب عليه ماء حرقه ضربه بحجر الظل لا يمحى الظل يمحى بأن تكسر العود تنتهي مشكلة كل هؤلاء هؤلاء الناس الآن اسمح لي هؤلاء الناس الذين يقلون لك كل يوم يقتلون لهم خمسين يلتحق فيهم خمسمائة بإحصائات الغربة أنا لا يوجد إحصائات كل يوم يلتحق بهم وهم يحاولون يجففون منابعهم وما يسمحون لهم يطبعون طيب هؤلاء الناس الذين يستنفرون من بلادهم من بيوتهم من أسرتهم وهم آمنون مرتاحون مطمئنون إن كان من بريطانيا وإن كان من فرنسا وإن كان من لماذا يخرجون من ديارهم أو من غيرها من السعودية من الخليج من مصر من تونس لماذا يخرجون من بلادهم رد فعل على الظلم لأنهم يرون حريقة من بعيد الحريق أقول هذا دائما أشعل النار في الصحراء في الليل تبدأ الفراش والهوام كلها تتساقط فيه أطفئ الحريق تنتهي القضية أطفئ الحريق ما في بريطاني بقول لك بدارو حقاتل في سوريا ولا في تونسي بقول لك دارو حقاتل في سوريا ولا في جزائري بقول لك أطفئ الحريق تخلص من بشار الأسد أول شيء تقطع المدد لا تحتاج القضية 3 سنين ولا 3 شهر إذا كانوا جادين يريدون أن يتخلصوا من هذه الظاهرة هذه الظاهرة مؤزية هذه الظاهرة مزعجة هذه الظاهرة خطيرة هذه الظاهرة تهدد مشروعنا نحن قبل أن تهدد الأوربيين لكن كيف نعالجها تعالوا نعلمكم كيف نعالجها تعالوا نشير عليكم كيف نعالجها ليس بالطائرات تعالج هذه الظاهرة اقتلعوا عود الظلم تقتلعون ظله تمحون ظله ينتهي لذلك الآن 3 سنوات لماذا استقال وزير الدفاع الأمريكي أليس لكي لا يتحمل تاريخيا مسؤولية عملية فاشل بقول لك 3 سنوات وبعد 3 سنوات بقول لك كمان 3 سنوات ويأتي واحد ثاني بحط الذنب على من سبقه إذن نحن أمام حالة من تدافع المسؤولية لأنهم لا يريدون أن يعملوا عقولا بطريقة التفكير المستقيم في حالات من التفكير أخي سرمت تسمى تفكير مستقيم في حالات تسمى التفكير الأعوج هؤلاء يفكرون وليس جهلا منهم لأنهم يريدونها عوجاء لا يريدونها مستقيمة يريدونها عوجاء يريدون أن يفرضوا على هذه المنطقة حكاما لا تريدها هذه الشعور هناك أسئلة كثيرة سيد زهري يطرحها الشارع حقيقة نريد أن نطرحها تباعا وصراعا يعني مثلا اليوم طائرات النظام السوري وطائرات التحالف تتناوب على قصف الرقة قيل سابقا حتى المعارضة قالت أن تنظيم الدولة هو من صنيعة النظام كيف نفسر هذا المشهد شوف يا أخي لكي تكمل اليوم بالأمس وقبل أمس ولكي أكمل لك الصورة وطائرات التحالف تتتبع تنظيم الدولة وطائرات النظام تقصف المدنيين ونحن رأيناهم في يوم واحد قتلوا مئة مدني في طائرات بشار الأسد وأنا لا أسميه النظام طائرات بشار الأسد في يوم واحد قتلت مئة مدني في مدينة الرقة أبشر الأسد يريد أن يثبت للأمريكان بأنه خادم أمين مطيع ويطالب الأمريكان بأن يعترفوا به وأن يجددوا عقدهم معه وهو مستعد أن يفعل معهم كل شيء هذه هي النقطة لماذا تقول لي يقصفون يقصفون لأنهم كل الذي يريدونهم عقد وقعوا حافظ الأسد مع الإسرائيليين مع الأمريكيين مع الغرب من عام الف تسعمائة وسبعين أو بتمينة وستين لعله أو في السبعة وستين والرواية الأصح في الستة وستين ثم جر المنطقة إلى حرب السبعة وستين ثم سلم الجولان للإسرائيليين وأسقط الضفة الغربية بأيديهم وأسقط القدس والأقصى بأيديهم ثم وكل كان الرأس المدبر في هذه الجريمة التاريخية بحق الأمة حافظ الأسد وليس غيره ليكون الكلام دقيقا سلمهم وعقد وقع عقد له ولذريته من بعده كما يقولون في كتب التاريخ الآن هذا العقد يكاد ينصر بشار الأسد يريد أن يجدد هذا العقد بأي ثمن بشار الأسد ما في شيء عنده حرام ممنوع مقابل بقاءه في السلطة الهدف الأول والأخير له أن يبقى في السلطة ومستعد أن يدفع كل شيء ليبقى في السلطة فيقصف تنظيم الدولة ويقصف المدنيين ويقصف الآمنين ويقصف جنوده ما هو ترك جنود ضباط من العاملين معه هو الآن عنده نساء نساء أخي سلمت أنت تسألوني شيء غريب نساء علويات وأنا أقول للذين يسرون هؤلاء بنات البلد نساء علويات محتجزات عند بعض التنظيمات الفصائل المقاتلة يرفض أن يقدم بدلا عنه بعض المعتقلين كنوع من أنواع الفداء إذا بشار الأسد ليس له قيمة يتوقف عندها مستعد أن يفعل كل شيء مقابل بقاءه على كرته الحكم ولكن ألا تعتقد أنه حتى في مبادرة ديمستورا تضع بشار الأسد في مكانه دون التطرق لمصير بشار الأسد الحديث عن مصير بشار الأسد فقط توقف القتال في مناطق في حلب وتجميده دون تطرق لمصير يعني هو ديمستورا كما يقولون عندنا بالعام لا عدمتك يا لساني كيف ما درتك يجلس مع المعارضين قلهم بشار الأسد انتهى وأصبح قصة من التاريخ لا توقف عنده كثير ويقف مع الآخرين يقول كلاما آخر لكن الحقيقة التي يجب أن نتنبه إليها إلى أن بشار الأسد قد احترقت أوراقه عند الكثيرين حتى عند إيران حتى عند إيران لم يعد بفعل ما بفعل أن إيران كما قلت في بداية الحلقة إيران لا تريد أن تخرج صفر اليدين من العملية الآن إيران مهددة إذا استمرت بالمراهنة على هذا قاله ستعلم إذا انجل الغبار ستعلم إذا انجل الغبار أفرس تحتك أم حمار فإيران بعد أن راهنت على هذا الذي كانت تريده أن يكون فرسا اكتشفت انجل الغبار واكتشفت أنه حتى في وادي الضيف لم يثبت ساعات وبالتالي فهو جدير بأن يسقط في أي لحظة وهي لا تريد أن تخرج كما يقولون من كل هذا الذي قدمته بلا أي شيء لذلك هي تسعى إلى أن تنال أي حظ من خلال صفقة ولو تخلت عن بشار الأسد الآن بعد هبوط أسعار النفط يعني كيف يمكن أن يؤثر على دعم إيران يعتمد على منتجات النفطية نعم انتخفضت إلى النصف هذه لا يمكن أن تكون بلا انعكاسات الآن يعني هذه المشكلة الآن تواجه دولا كثيرة الآن نحن الذي لم نتحدث عنه الآن في عقوبة جديدة مفروضة على بشار الأسد وعلى مجموعته هو منع تصدير وقود الطائرات من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة وصدى قرار بالعقوبات بمنع تصدير وقود الطائرات هذه الطائرات التي تقصف وتقتل ربما لو كان هذا المنع في وقت مبكر لربما كانت له نتائج أولى لكن الآن قضية انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر بشكل مباشر على العراق ونحن نعلم أن كثير من أموال العراق في أيام المالكي كانت تدفع بأمر الولي الفقيه إلى بشار الأسد وعلى روسيا وروسيا ستتأثر بهذا كثيرا وعلى بنفس الوقت على إيران ما هي خيارات النظام في هذه الحالة؟ يعني ربما سيجلب استثمار أكثر يعني هو بشار الأسد لا يبحث كما قلت عن خياره الوحيد هو أن يبقى في السلطة سوف يفعل كل شيء ليحقق هذا لكن يبدو أن المنافذ تسد عليه وأحيانا الإنسان يركب مراكب الاضطرار وليس مراكب الاختيار يعني قال فما حيلة المضطر إلا ركوبها فهو الآن تغلق عليه السبول لا يستطيع أن يقول أي كلمة لا لا لإيران لا لروسيا أولا ولا لإيران ودعني أقولها بكل بساطة ولا حتى لحزب الله ولا حتى لكتائب أبو الفضل العباس في العراق لأنه أضعف من أن يقول ولو لا صغيرة ولو نعم ولكن أضعف من أن يستدرك على أي من هؤلاء لأنه في حالة من الهشاشة والضعف وهذا الذي يجب أن يدركه السوريون بأنه لا يستطيع هو الآن في وضع يترنح فيه لا يحتاج إلا إلى قال فوكزه موسى لاحظ التعبير القرآن الجميل فوكزه موسى فقضى عليه الآن يحتاج إلى مثل هذه الوكزة التي سيوجهها إليه إن شاء الله قريبا الثوار في غطة دمشق أو في درعا في الجنوب عندما ذكرت هذه الميليشيات فقط لا يفوتني قبل نهاية الحلقة أسألك هل ثبت فعلا أن ديمستورة قال أن هذه الميليشيات كلها شرعية باعتبار أن نظام طلبها للمجيء أم هذا حديث لم يثبت طبعا أنا لم أتابعه من جهة رسمية يعني بوكالة رسمية لم أستطع لكن الذي يجب أن أنبه إليه الآن المجزرة الأخيرة التي اكتشفت في شيخ مسكين مئات الأشخاص المدفونين والذين قتلهم جنود حسن نصر الله وقتلهم جنود بشار الأسد هذه المجزرة المروعة التي مقبرة جماعية اكتشف عناصرها كل هذا الظلم وكل هذا الإجرام والمجتمع الدولي يتفرج على حرب إبادة بكل معاني الحرب الإبادة سوف تأتي أيام يتحدثون فيها عن ما جرى في سوريا ويثباكون عليه كما يتحدثون الآن عن رواندا أو عن البوسنا وما جرى فيها من فضائح ولكن الشعب السوري مصمم على أن يبقى في طريق السوري سيدة حقيقة نعم حتى يحقق نصره إن شاء الله عفوا المقاطعة يعني لم تجبني عن تساؤل حول المعارضة المعتدلة وهي تتدرب كما يصفه وزير خارجية تركي في تركيا المحتمل أن تبدأ تدريبات في السنة القادمة قبل شهر آذار القادم طيب لمحاربة تنظيم الدولة التساؤل هنا عن شروط التركية التي وضعتها لتدخل في هذا المعترك يعني أنا أجبتك عن هذا السؤال في البند الأول الذي قلته وعندما قلت لك الذي يجب أن نستخلصه من الصراع نصرنا نصنعه نحن هؤلاء إذا كانوا يتدربون عند الأمريكان أو بأمر الأمريكان أو بتوجيه الأمريكان نحن نريد جنودا سوريين شبابا سوريين يتدربون في مشروع وطني سوري لتحقيق مشروع وطني سوري هؤلاء الذين نعول عليهم هؤلاء الذين ننتظر منهم أن يحرروا سوريا أما أولئك فهناك مداخلات وتعقيدات في المجتمع الدولي لا نريد أن نتوقف أن نبني عليها كثيرا أنا صرت أتوقع أو أنظر إلى أن الحديث كثيرا عن ما يفعله الآخر بعد كل هذه السنوات أصبح نوع من العبث الانتظار الآن اليوم إذا سمحت لي القوى الممثلة المعارضة السورية لإتلاف وغير الإتلاف هؤلاء يضعون أنفسهم في موقف حرج يتحبلون مسؤولية تاريخية حرجة جدا جدا أخي كم نحن نتحدث عن اليأس كقيمة سلبية اليأس أحيانا يكون إيجابيا اليأس ليس دائما سلبيا اليأس من روح الله كفر لكن اليأس من أمريكا هو في قمة الإيجابية نحن بعد أربع سنوات وبعد كل هذا الظلم وكل هذا القتل ثم تجد معارض سوري يضع يده على خده ويقف ينتظر ماذا تعطيه أمريكا هذا نوع من التواكل ونوع من الانهزام ونوع من الانمحاق ونوع من الانمساخ في نفسية هذا الذي لم ييأس حتى الآن من شيء اسم مجتمع دولي أو عالم حر أو أمريكي أو روسي نصرنا أنا عندما قلت نصرنا نصنعه نحن أريد أن أقول يجب أن نيأس منها أنا لا أدعو إلا والله أولئك ما يساعدون ولكن يا أخي كل الذي حاوله وكل الذي قدمه من تعديلات في التشكيلات وفي القطاب وفي الوقوف وفي القعود وفي الخروج وفي الدخول لم يصلنا عشر معشار ما وعدنا به لذلك يجب أن يأسوا في هذا المكان في هذا المقام اليأس حال جميل يجب أن نيأس من هؤلاء وأن نتوكل على الله ونعود إلى ما أعلن عنه الشعب السوري دائما ملنى غيرك يا الله شكرا جزيلا لك سيد زهير سالم مدير مركز الشرق العرب لدراسات على حضورك معنا في الأستوديو الشكر ومصول لكم مشاهدين على حسن متابعتكم وإلى لقائي بإذن الله حيكا لحسن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طلعونا بالطوافة ماشيونا بشعطة كبيرة وصار يقوسوا على الطوافة رخمها لحبال شوي لما رخمها لحبال شوي قلبت بنا الطوافة صار يطلعوا بهالولاد ليش هربني من البيوت للطوافة يعني شي فضايع يعني والله ما صارت عند الدنيا خلياتها يعني عم نتمنى حان ننموت أريح صلنا شهرين هنا وطلعوا دوا غسيل ما عني صابونا بالبيب بدي أغسل للولاد والله العظيم ما عني محتارين والله محتارة ما حد يعطي يعني عنده مصاري ما حد يعطي لنا هذول ولاد ابني كل ياتهم هذول عجاني ثانا وبدهم أكل هاي محرم هاي ابوها شاهد يروح منين هاي بده حليب هاي بده حفوظات بده بمطارونات بده كل شي منين بدي أجيب لهم ما عندي واحد يعني وعي كبير يساعدني لحتى عم أجيب لهم لقمة العقل وما يعقروني لما بدهم يجوع بدهم خبز منين بدي أجيب ما يعني لا خلم بيوت عني لا خلم شيء شردوني يعني كل ياتهم اشعاني الظلمة منين بدي أجيب شغل ما بيه عمل ما بيه مطاري ما بيه يعني هالأطفال هاي بده تاكل مية يعني اقراض بدنا نقطها هذا البريج بريج وضو نشرب منو هذا البريج عم نشرب منو هذا يروحوا تواليثات هذا ينشرب منو مبارح شان طالعوا النمل عليه طبيته شان بيه نمل عليه دود طبينا وعبينا بشتيس وربطنا هذا أكلنا هذا يرضى هالأكل هذا يأكله كله نعمة صحيح نعمة بس بش بدنا نعمة هذا اللي عمنا بحقوله كنا مكيفين عندنا ببيوتنا كنا مكيفين كنا مبسوطين نشتغل الحمد الله نجيب أكل نجيب شرب يعني هلأ ما في شغل هلأ مثل ما كنا عند بيوتنا لا والله نتمنى يجبوا لنا خيام جانا رمضان بدنا نصلي بدنا نصوم الرمضان يعني جانا شهر فضيل بدنا أكل بدنا خيام بدنا بدنا معينة بدنا شين طعم هالعالم هاي بدنا وين عملنا تعالوا مقعدا هلأ بيصير شو هلأ بيصير الدنيا نار شو بدي يفوت على العوازن والله عمنا نحرك حق لينا الله مثل الله ما خلقنا ما يطرقنا لينا الله أحسن الشي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمواطن الجزائري نفسيا ليس مستعدا هو ان يذهب مع اي كان هناك معارضة مصطنعة لا علاقة لهم بالتغيير هناك من كانوا متخندقين مع النظام تورط الى اخمص قدميه في الازمة ولكن المعارضة ليست برعة لابد ان نذهب الى عمق المشكلة هو الانطلاق الخاطئ للجمهورية الجزائرية الجديدة الجمهورية الجزائرية لم تؤسس على اسس صحيح اسست عن طريق الانقلابات الكاتب والناشط السياسي الجزائري نور الدين خبابة يعرض رؤيته للاصلاح السياسي والمصالحة في الجزائر في حلقة هذا الاسبوع من برنامج قضية وحوار يعادب الثبو في الاوقات التالية العالق لانا شاركت في مكتبين سابقين ومنذ الثمان سنوات لما تعرض لجزء يسير مما تعرضنا له وتعرضت له خلال هذا فأنا وإخواني في المكتب التنفيذي الجديد محملك البعض المسؤولية قبل الجزائرية اشتركوا في القناة